اشتركوا في القناة 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 قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي بدأ قبل نحو ثلاثة اشهر وذلك في تصويت تغى عليه الطابع الحزبي ما يمهد الطريقة لانعقاد محاكمة الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتحديد ان كان ينبغي ادانته او عزله من منصبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما مشاهدين عن المشهد العراقي جاء في وكالة الانباء الدولية والمعروفة باسم رويترز وتحدثت عن هذا الخبر البرلمانو العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات وتناولت الوكالة الخبر في ذلك التفاصيل وافق مجلس النواب العراقي على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا اساسيا للمحتاجين لجعل الانتخابات اكثر نزاهة لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي اقره البرلمان للناخبين اختيار اعضاء البرلمان على اساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وان يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات باكملها ولم يطالب المحتاجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا ايضا باستبعاد النخبة السياسية باكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لاي حسب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهذا الخبر مشاهدين جاء في وكالة الانباء الفرنسية والمعرفة باسم فرونس بريس وتحدثت عن هذا العنوان بكين وتوكيو وسول تطالب بيونج يونج بالامتناع عن الاستفزازات في متن الخبر والتفاصيل دعت بكين وتوكيو وسول كوريا الشمالية الى الامتناع عن الاستفزازات وسط اجواء متوترة توحيط بالبرنامج النووي الكوري الشمالية وذلك خلال قمة ثلاثية في الصين عكست ايضا تحسنا محدودا في العلاقات بين توكيو وسول وقال رئيس الوزراء الصيني في ختام القمة اكدنا على ان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية والسلام الدائم في شرق اسيا هما الهدف المشترك للبلدان الثلاثة وشدد نظيره الياباني على ضرورة ان تمتنع كوريا الشمالية عن الاستفزازات موضحا ان الامر رسالة مشتركة من بكين وتوكيو وسول واجرت بيونج يونج اخيرا سلسلة تجارب في قاعدتها لاطلاق الصواريخ في سوهاي بعدما اطلقت مجموعة من الصواريخ في الاسابيع السابقة رغم قرارات الامم المتحدة اشتركوا في القناة اما مشاهدين خبرونا الاخير جاء في وكالة الانباء البحرينية والمعروف اختصارا باسم بنا وتحدثت في هذا الخبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعرب عن تفاؤله بمصاري تأليف الحكومة المقبلة وفي نص الخبر اعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسن دياب عن تفاؤله بمصاري تأليف الحكومة اللبنانية المقبلة وجاء ذلك في تصريح ادل به عقب لقاء مع رئيس لبناني مشيل عون حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء نتائج الاستشارات النيابية غير المنزمة واللقاءات التي اجراها رئيس الوزراء اللبناني المكلف يوم السبت الماضي مع أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية والنواب المستقلين في سبيل العمل على تشكيل الحكومة الجديدة وأكد دياب في تصريحه أن الأمور تسير كما ينبغي مشيرا إلى أنه تحدث مع الرئيس عون في الإطار العام لتشكيل الحكومة المقبلة موسيقى ومشاهدين بهذا الخبر تنتهي هذه الفقرة الإخبارية من الآن نقلنا لحضراتكم أهم الأخبار والمستجدات من الملفات العربية والدولية والتي تنقلتها الوكالات العربية والدولية أشكر لكم حسن وطيب المتابعة والآن دعونا أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم يعود إلى حضراتكم الزميل أحمد أبو زيد في الستوديو ابقوا معنا اشتركوا في القناة